مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة اهتماماً كبيراً للتصدي للفساد عبر ما قامت به من تعديلات تشريعية وإدارية على مر السنين هذا ونجحت البحرين وأجهزتها في التصدي لجرائم الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ومخاطرها وهو ما وضعها قبلة لاستثمارات الشركات العالمية خطوات ثابتة تخطوها مملكة البحرين قدماً في مكافحة الفساد دفعت بها جهود حثيثة بدءاً برؤية ثاقبة من قيادة حكيمة تتطلع لتحقيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة الفساد تكرست في العديد من الإنجازات على مر السنين النواة الأولى انطلقت في العام 2001 بإنشاء وحدة لمكافحة غسيل الأموال تبعها إنشاء شعبة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية في عام 2009 ليتم ترقيتها إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بحيث تكون تابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في عام 2011 وفي هذا الاتجاه أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية أن مملكة البحرين تولي جل الاهتمام إلى نتائج مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وتتطلع لإحراز مراتب متقدمة على هذا المؤشر الدولي عربيا وخليجيا فضلا عن حرصها على مد جسور التعاون مع هذه المنظمة للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد وبحث السبل التي من شأنها جعل المملكة تتبوأ مراتب متقدمة تحقيقا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من جانبه أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية على الترابط الوثيق بين دور الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية وبين المهام والمسؤوليات التي تباشرها الجهات الأخرى والتي تصب في ذات الاتجاه وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومصرف البحرين المركزي وقطاعات التدقيق والرقابة الداخلية القائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية مشيرا إلى أن هذه الجهود في مجملها وبجوانبها الأمنية والرقابية والتنظيمية تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تكريس مبدأ حماية المال العام كأحد الثوابت الأساسية لحكومة مملكة البحرين واستعرض الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد وما حققته الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في هذا الشأن إضافة إلى أبرز المشاريع التوعوية العاملة في هذا الإطار وفي مقدماتها حملة نزاهة والتي تم إطلاقها تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وكان معنا في نشرة سابقة المقدم بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والذي أوضح أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في التصدي له فهناك وضعت توجهات سيدي مع الوزير الداخلية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي أقارها في عام 2013 كان من أهدافها هي الشراكة المجتمعية والذي على أساس هناك في تعاون ما بين السلطات التشريعية والقضائية وأيضا التنفيذية بالإضافة إلى هناك هي الشراكة المجتمعية بين جميع الجهات سواء الرسمية أو المجتمعية نحن تلقينا يمكن في عام 2015-657 بلاغ مختلف فيما هو بتعلق بشبهات الفساد أو بجرائم أخرى ونحن نتعامل وفقاً لما وضعها القانون في هذا النوع من الجرائم وندنا مثلاً هناك بعض الإجراءات التي ناخذها على برنامج خاص وضع وصمم على أساس سرية المعلومات التي تم تلقاها هذا الخط الوطني الساخن وبعد ذلك ناخذ الإجراءات القانونية حيال كل بلاغ يوصل إلينا من ناحية العملية مثلاً نحن نقوم بعملية البحر والتأكد من صحة هذا البلاغ ومن ثم اتخذ الإجراءات القانونية لحوال تيلار نيابة العامة